طول عمرها بيحصل فيها المعرض الفلاحي الدولي معرض ما يتعلق بكل ما يتعلق بالزراعة والفلاحة في طبعا فرنسا والمعرض ده معرض شهير جدا وعالمي ويعني بيبقى حدث سنوي في باريس لأنه بيجي في كل المزارعين بعروض مختلفة وبيجوا بالبقر والمواشي وبتبقى طبعا احتفالية وكرنفال سنوي في باريس وخلينا نقول كمان انه بيبقى مش بس مهرجان للاحتفال طبعا بالزراعة في فرنسا ويشوفوا اخر ما يتعلق بيه طبعا كل ما يتعلق بالمبيدات بالوسائل الزراعة بكمان خلينا نقول البريد او الانسال بتاعة الحيوانات والمواشي وبيبقى حدث ضخم جدا لانه كمان بيعتبر في جزء كبير منه حدث سياسي لازم يحضروا رئيس الجمهورية بشكل او باخر ودايما بيبقى رؤساء الجمهورية الفرنسية متخوفين احيانا من حضور احتفال زي ده لانه بيبقى فيه طبعا انتقادات كتيرة بتوجه اليوم احيانا طبعا فيما يتعلق بالفلاحة والزراعة والتقصير في حقوق الفلاحين وغيرها باستثناء واحد بس كان بيحضروا بدون ما يكون عليه اي ضغط هو جاك الشراك لانه كان محبوب من الفلاحين يعني طبعا الشوارع زي محركوا شفتوا بتبني بالابقار والمواشي في باريس وبيتم تزين الابقار دي وعمل لها خلينا نقول ازياء خاصة طبعا لانه كل واحد بيتباهى بالابقار والمواشي اللي عنده وازاي ان هي ربما تكون خلينا نقول القطيع الاجمل والاحلى وده بيمكن يخليه يجيب له الا شغلة اكتر او كمان يكون محطة انظار من المعجبين خلينا نقول هتلاقي الابقار بقى طبعا بكل انواحها واشكالها والحياة الزراعية في فرنسا بكل اشكالها وانواحها وكمان بيبقى فيه مثلا هتلاقي عزف للابقار احيانا هتلاقي الابقار بتمشي في استعراض وفيه عزف قالت او كورديون بيعزف للابقار وغيرها من القطات اللطيفة والظريفة